حننتقل مع حضراتكم لمنتخب مصر المشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 واللي بيلتقي مع المنتخب السعودي غدا في الرابعة من عصر غدن الاثنين في اللقاء الأخير للمنتخبين بعد خروجهم بالحسابات رسميا من الدور الأول للمنديال دوري المجموعات في المنديال وخلاص مش هيستمروا في السباق المنتخب المصري أو المنتخب السعودي بعد أن مني كل منهما بهزيمتين في المباراتين اللي خادهم حتى الآن المنتخب يختدم تدريباته استعدادا لمواجهة السعودية وطبعا فيه تصريحات كثيرة جدا بيشارك جميع اللاعبين مستعدين للمشاركة في ملعب أو على ملعب التدريبات بتجري على ملعب فولجا جراد أرينا استعدادا للقاء المنتخب السعودي في الرابعة عصر غدن الاستعدادات بتجري على قدم وساق لهذا اللقاء الجهاز الفني واللعبين بيتمنوا يحققوا فيه شكل ونتيجة مختلفة عن اللقاءات السابقة ويبقى على الأقل ختام جيد لتواجد الفريق هناك أو يترك ذكرى جيدة عن الكرة المصرية بعد أن طبعا أصبحت المهمة صعبة وأصبح من المستحيل الاستمرار بالنقاط والحسابات في سبق المونديال فتبقى هذه المباراة فرصة أخيرة لتقديم أفضل ملاذ الجهاز الفني واللعبين في هذا اللقاء وأعتقد كمان المنتخب السعودي بينظر للمباراة من نفس الجانب أو من نفس المنظور بيغيب فقط عن التدريبات الجماعية مدافع الفريق عمر جابر اللي بيؤدي بعض التدريبات الفردية أصفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب المصري طبعا أمور تنظيمية وإدارية للفريقين وطاقم التحكيم حيرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشرط الأسود والجوارب البيضاء ويرتدي حارس مرمى طاقم أزرق بينما يرتدي المنتخب السعودي طاقم أغدر وحارس مرمى طاقم أصفر مما سيجعل قميص طاقم التحكيم باللون الأحمر في هذا اللقاء المنتخب ينفي اعتزال صلاح دوليا بعد المنديال حقيقة مش عارفين مصدر هذه التسريبات بعض وسائل الإعلام أو الوكالات الدولية سيان أن الأمريكية أذعت بعض الأخبار عن أن محمد صلاح نجم المنتخب الأول ونادي ليفر بول مستاء لاستغلاله سياسيا حسب وصف سيان أن بعد لقاءه مع رئيس الشيشان ومنحه الإقامة أو الجنسية ما أطلق عليه طبعا بعض الأمور المتعلقة بتكريمه سياسيا هناك في الشيشان على هامش تواجده في المنديال مع المنتخب الوطني بينفي جملة وتفصيلا إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ما تردت حول دراسة محمد صلاح الاعتزال دوليا عقب انتهاء منافسات المنتخب في كأس العالم في روسيا بمواجهة المنتخب السعودي غدا وأضاف مدير المنتخب المصري أن الاتحادات الوطنية لديها تعليمات مشددة حول عدم الدخول في أي مهاطرات أو الحديث عن الأمور السياسية أو الدينية أو العنصرية وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من يسأل عن فكرة الاستغلال السياسي لصلاح وإذا كانت هناك أزمة سياسية في مدينة جروزني فلماذا تم وضعها فيفا ضمن المدن القادرة على استضافة المنتخبات المشاركة في المنديال وبيؤكد أن C&N الأمريكية حاول تفكير اللاعب في اعتزال اللعب دوليا لاستغلاله سياسيا بإجباره حسب وصف C&N على مقابلة قديروف رئيس المصري تماما وأضاف مدير المنتخب الأول لكرة القدم صلاح لم يتحدث معنا في مسألة الاعتزال على الإطلاق ولا أعتقد أن لديه نية لذلك ومنتخب مصر ليس طرفا في الأزمة من الأساس فبيقول أن نحن مش طرف في هذا الحوار وليس لنا دخل به على الإطلاق كرم كردي يقول كوبر لن يوافق على تجديد عقده مع المنتخب بيقول كرم كردي عضو مجلس إدارة الإتحاد الأول لكرة القدم من الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الوطني لن يوافق على تجديد تعاقده عقب كأس العالم المقام حاليا في روسيا والمنتد حتى يوم 15 من الشهر المقبل وأضاف اليوم في تصريحات له أعتقد أن كوبر لن يوافق على التجديد حتى إذا عرضنا عليها التجديد وأضاف أيضا أن المدرب الأجنبي هو الأفضل للمنتخب الوطني وأشار إلى أن لعبي المنتخب بدأوا في الدخول لأجواء مباراة السعودية الأخيرة بدور المجموعات وأشار إلى أن اللاعبين يشعروا بحجم المسئولية الملقا عليهم واختتم تصريحاته قائلا وجهنا سوء حظ في مباراتي أوروكوي وروسيا بجانب أن الحكم جانبه توفيق في مباراة روسيا الحقيقة في بعض النقاط تحتاج إلى وقفة بمنتهى الموضوعية والصراحة الفترة اللي فاتت شفت جدل كبير أوي آراءته هاجم كوبر تقول أن كوبر فشل ولم يقدم أي شيء على الإطلاق آراء أخرى قالت يجب أن نفتخر بما قدمه المنتخب حتى الآن وندعمه ونقف بجانبه ونصطف خلف المنتخب وأنه لم يكن موفق فقط ضربة حظ اللي قدت إلى خروجه في الدور الأول وأن كوبر مدير فني رائع وليس هناك أفضل مما قدمه كوبر حتى الآن الحقيقة بنحتاج مساحة موضوعية شوية في الرأي ننظر إلى ما تحقق ما تحقق هزيمة في مباراتين خروج من الدور الأول لا يعد بأي مقياس نجاح على الإطلاق البعض هيرجع الأمر إلى أن التعاقد مع كوبر كان بشروط حرجع للشروط دي مرة تانية أنه كان مطلوب منه ينافس على كأس الأمم خسلنا كأس الأمم في المباراة النهائية وهو ليس أيضا إنجاز مصر طول عمرها لما تصل لمباراة نهائية في نهايات كأس الأمم بتحقق اللقب ومن الصعب جدا أن المنتخبن الوطني يخسر مباراة دولية في المنافسات الأفريقية وهو ينافس على الكأس أو على اللقب في المباراة الأخيرة فلا يعد أمر نقول أن إنجاز تحقق الوصول للنهائية حتى لو كانت دي الشروط كانت ربما رؤية قاصرة لاتحاد كرة القدم المصري أنه ينظر للشروط بسقف طموحات منخفض جدا بينما إمكانتنا اللاعبين الموجودين عندنا الأندية اللي هم فيها حاليا عدد المحترفين وجود لعب بإمكانيات وإنجازات محمد صلاح لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية بالأرقام مش هنقول بحجم الموهبة كان ممكن يغير من خريطة شكل أداء منتخبنا لو كانت النزعة أو الفكر أو الرؤية الفنية مختلفة تماما وعندنا طموحات أكبر من كده شوية في عيون أو في عقل الجهاز الفني قبل ما يبدأ المونديال أعتقد أن الدولة وفرت كل شيء أو اتحاد الكرة وفر مباريات وفر احتكاك جيد مباريات دولية قوية المجموعة اللي وصلنا من خلالها لكاس العالم أعتقد أننا كنا الأفضل فيها على الإطلاق ونستحق التأهل وليس إنجازا أن نتأهل لكاس العالم طالما إمكانتنا بهذا الشكل لعبين بكل المقاييس الفنية وبحسابات أي مدير فني أفضل من الجيل الحالي من لعبي الكونغو أفضل من الجيل الحالي من لعبي أغندا وأيضا بالمقارنة منتخب غانا كان في مرحلة انتقالية صحيح كان لنا في مرحلة سابقة إخفاقات أمام المنتخب الغاني لكن كان عنده مشكلة بغير جهازه الفني لم يكن موفق بدليل نتائجه بعيدا عن مواجهاته مع منتخب مصر في باقي المجموعة أعتقد أن اللاعبين بالتأهل لكاس العالم وحققوا هذا الإنجاز وإحنا سعداء به ولكن هل كان يجب أن يكون سقف طموحات المنتخب الوطني أكثر ارتفاعا سقف طموحات اتحاد الكرة في التفاوض والتعاقد مع كوبر أعلى وأفضل من هذا أنه لو تأهل يبقى لازم ينافس خاصة بعد أن ننظر أو ينافس على تخطي دور المجموعات والدور الأول خصوصا أن احنا وفقنا في أن مجموعتنا ما كانتش أصعب مجموعة ومش أسوأ مرحلة ممكن نعدي منها في هذه المجموعة لأننا أعتقد أن مستوانا ما كانش بعيد جدا عن المنافسين في مجموعتنا وكان عندنا فرصة حقيقية بإمكانات الجيل الحالي من النجوم اللي بيحققوا نجاح كبير على مستوى فراغهم وأنديتهم المختلفة في العالم أعتقد برؤية فنية ومدير فني عنده رؤية مختلفة وأكثر جرأة في أداء كرة القدم وفي فنيات كرة القدم أعتقد كانت ستبقى الحسابات مختلفة لكن تبقى مساحة من الاحترام للأراء اللي بتقول بالأرقام والنتائج هو ده ما وعد به هكتور كوبر هو ده ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري للكرة القدم ومن يرضى عن هذه النتائج يعني لوجهة نظر علمية أو منطقية بتتكلم بالأرقام ما نقدرش نقول طبعا أن الراجل محققش إنجاز هو التأهل للنهائيات ولكن بعد غياب طويل جدا لكن المتفائلين كانوا حيقولون أننا عندنا فرصة أفضل من كده وكان يمكن أن نؤدي ونحقق نتائج وأداء فني أفضل من كده نتمنى لهم التوفيق في مباراتهم بكرة يكونوا مركزين فيها إن شاء الله ويؤدوا بالشكل الأمثل وعلى قدر الجيل اللي موجود من اللاعبين اللي عنده إمكانيات في الفترة الجاية هتودينا للتعاقد مع مدرب مصري مدير الفني قادم أجنبي برضو الأمر محتاج دراسة اللجنة الفنية في اتحاد الكورة الخبرات الموجودة في الاتحاد الاستعانة ببعض الخبرات اللي ممكن تفيدهم في الرؤى في الفترة الجاية اجتماعاتهم بعد تقييم التجربة تقييم علمي وموضوعي بعد أن تنتهي وبعد نهاية مباراتنا مع السعودية هو اللي هيحدد مين على أجندة التعاقدات عالميا المتوفر للتعاقد مع المنتخب مصر وهل هيكون إضافة وهل هو أفضل بتجاربه والسيفي بتاعه وإنجازاته السابقة ولا المدير الفني المصري المتوفر أو الأسماء المطروحة لتولي مهمة المنتخب مش عايزين نبقى قافلين على نفسنا الرؤية ونقول لا هنجيب مدرب مصري قبل ما نشوف الاختيارات لا هنجيب مدرب أجنبي لا محتاجين ندرس الموضوع بتأني ونشوف الأفضل للاعبين ورؤيتهم للفترة اللي فاتت وتقيهمهم لها واحتياجاتهم في الفترة الجاية مع رؤية طبعا اتحاد الكرة والقائمين على أمور الرياضة وكرة القدم في مصر وإن شاء الله يتحقق الأفضل لمنتخبنا بإذن الله كوبر بيقول أو بيتكلم في هذا الاتجاه بيقول حافظوا على قوام المنتخب هذا الجيل قدم الكثير واللاعبون يحتاجون المساندة لاكتساب الخبرات بيؤكد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني منتخب مصر أن اللاعبين حاولوا واستعادوا عافيتهم في الفترة الأخيرة وحاولوا من جديد وقدموا جهد كبير في المباراتين أمام أوروكوي وروسيا في الجولتين السابقتين وقال فترة الإعداد كانت أكتر من ممتازة وأن الخروج من الدور الأول كان بالنسبة لنا ضربة قوية موجعة كنا نتمنى تحقيق المزيد أو الكثير وتخطي دور المجموعات والتأهل إلى دور الستاشر وليست لدينا أعذار في المباراة القادمة نركز على الفوز في مباراة السعودية ندخل مباراة السعودية كلام على لسان المدير الفني هاكتور كوبر بهدف الفوز سقط وليس لدينا أي بداء أخرى وأعتقد أن كوبر بيكلم بجدية شديدة عن رغبته الملحة هو وجهازه الفني ولعبيه في الفوز بهذا اللقاء قبل مغادرة المنديال في روسيا بيقول أيضا ردا على إمكانية مشاركة اللاعبين المحترفين في الدور السعودي أنه سيختار أنسب 11 لعب يبدأ بهم المباراة وليس لديه سوى هدف واحد هو تحقيق الفوز وأنه لا يفكر في أي نادي يشارك اللاعب سواء النادي ده بيلعب اللاعب في أوروبا في السعودية في أي مكان بيقول بعيدة عن حساباتي تماما فكرة أنه في بعض اللاعب المنتخب محترفين في السعودية وأعتقد أن في النقطة دي كلامه منطقي لأنه ليس لها علاقة أن اللاعب بيقدي مع منتخب وطن ومحترف في أي دوري من دوريات العالم ملهاش علاقة بجديته ورغبته في الفوز وتقديم أفضل ما لديه لمنتخب بلده وبفترض ده موجود في اللاعبين كلهم طبعا بصرف النظر عن الأندية أو الدوريات اللي هم محترفين فيها كوبر يضيف لقاء السعودية مجرد مباراة كرة القدم بيقول أتمنىها مباراة جيدة وأتمنى الفوز للمنتخب الوطني وأنا نتفوق عن المنتخب السعودي وأن يقدم المنتخبان مباراة كرة قدم فقط بعيدا عن أي حسابات أو بعيدا عن أي حساسية محتملة يتحدث عنها البعض وأنا باتفق معها تماما في هذا الأمر لازم نركز على كرة القدم منتخب عربي شقيق أكيد البطولة لها حسابات خاصة أو بتعد بنسبة للمنتخبين ديربي وبطولة خاصة قبل مغادرة المونديال على الأقل حسابات التفوق فنيا وكرويا على المستوى العربي في هذه المواجهة لكن نتمنىها أيضا في الملعب وبعيدا عن أي عنف أو أي مبالغة أو أي خروج عن النص إن شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا ويقدمه مباراة طليق بإمكانات اللاعبين وقدراتهم اللي احنا عارفين إنها عالية جدا وإنها ربما في ظروف مختلفة كان يمكن أن تقدم أفضل من هذا في هذا المونديال وفي ظروف المجموعة اللي تأهلنا لللعب من خلالها في الدور الأول أعتقد كان عندنا فرصة وإمكانات لعبينها كان يمكن أن تقدم أفضل من ذلك وإحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في إمكانات اللاعبين وخبراتهم والأنديال هم محترفين فيها وما اكتسبوا من خبرات أسقلت موهبتهم في الفترة اللي فاتت وبتفق طبعا مع المدير الفني المنتخب الوطني إنه الأمر لازم يكون بعيد تماما عن أي خروج عن اللائق خلال هذه المباراة من لعبي المنتخبين وإن شاء الله يكون في احترام للمنافس من كل منتخب من المنتخبين في هذا اللقاء ويكون التركيز على أن نقدم أفضل ما لدينا في فنيات كرة القدم كوبر يقول حققت شروط تعقدي مع منتخب مصر بالنسبة 2% أعتقد دا كنا نتكلم عنه من شوية الراجل بالحسابات بيقول أنا سعدت ونافست كان تعقدي مع اتحاد الكرة على المنافسة من أجل المنافسة على نهايات كأس الأمم وقد كان تأهل للمباراة النهائية كان الوعد اللي أنا التزمت بي ضمن شروط التعاقد أن ألث أهل لنهائيات المنديال وقد كان قال كان عندي طموح في الفترة الأخيرة أنا واللاعبين لتخطي الدور الأول ولكن لم يحقق هذا الطموح وبيقول أنه حزين جدا للخروج من الدور الأول ترجمة نانسي قنقر